اشتركوا في القناة 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 تليفزيون 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 اشتركوا في القناة 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 على استخد 감사 وضعنا ثلاث منوات ونسالح ونكوريج نكوريج ونكوريج 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 طيب هو المفروض ده الناس ما بينهم دكور آه مالذي مرحباً 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 قمت بتقليق أكتب رسالة أكتب رسالة لنشاهد لن نرى هذه نقوم بتقليق أكتب رسالة إذا سأخذ إداري يمكنن استعمالها بعد كلمة لاتخ أكتب رسالة أو لمين لكن اكتب رسالة يستعمل أكتب رسالة هل ستقرد؟ سأ Langيسي ألقائسها أنا أراقالertos في حاليا لأنني نحن كان من هنا أرساتي أستساق الملون الثنية أستساق الملون أبل أني أتفهم أنني سأساق الملاح من الملون أغ CPأل تشارك الملون الثنية أرساتي أستساق الملون الثنية أساق في اجتب معي لأسل السابق أربع أفعال مين هم فعل احنا عارفين والذي هو صفوار تفاكرين لما خدنا الأوديو لما قلتلكم أو قلتولي أو قلتولي أو قلتولي أنا أعلم على معالم سيحية فأقول لك واخدنا معاه واخدنا معاه وقلنا وقلنا هما الاتنين بنفس المعنى بس بيجي بعديه برب بيجي بعديه في أغلب الأحيان بيجي بعديه برب ونحط بعديه نو ياريغة ياريغة يعني أني أعلم إلي يا جي كوني فلي أو جي كوني يا اله للغاية لكن ياريغة ياريغة يا جيب ياريغة ياريغة يا فالله يعني أعلم بالخطبع معاه معاه يعرف فأعلم المعنى هم هنا ياريغة وعلم الشرف الثناة الشرف الثناة أريد أريد عندما أطلب بالطريقة الفورمال لا أقول أريد بالنسبة لرب يمكن يمكن أو الإمكانية يقول نفس الحكاية في الفورم الفورمال يقول نستعمله أكثر في الأسئلة كما يقول في اللغة العربية أنا ممكن كذا؟ يعني مثل لو أنا في الكلاس أقول هل يمكن كذا؟ فبيجي أكثر في الأسئلة لكن يمكن أن يستعمله في جوم العادية فدفع يمكن 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 ودكوزي مثل ما نحن عندنا الأمر اللي هو الامبراطيف نحن عندنا 3 طرق للأمر الطريقة منهم هي برب ديوار إننا بس تعمل برب ديوار وحط وراه برب الامبراطيف يعني لو أنا ممكن أقول لحد صور، برب، أمر، فعل من غير سجل دي طريقة لأننا أدي الأمر أقول له مثلاً دوغ نعم ممكن أدي نفس الأمر أو نفس النصيحة على حسب بعتبرها كونسي أو الأرض وديها برب ديوار بقول هنا أنا أديت الأمر بتو يعني دا البرب اللي قدام تو ما قلتش سورتي أو دوغمي فده اللي قدام تو فبالتالي ممكن أقول تدوى أو 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 ، أستطيع لهم ،دي أستطيع pigeons lifetime لو روالاتها ،نا ، نساء ،ندين ، نتح 얼마나 من ،نا س해서 من الخلف ، نزيد picnic инحوالات الأن Beltران أوين، نزيد grade ترجمة نانسي قنقر 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 لكننا ستعملها على اللغة ستكون لدينا في المصر يجب ان تشترك على الموده فلاسينا سيجب أن تشترك على الموضوع لدينا على المذن هل نحن نجمع ومعنا جميع التعني بشارك العلق ستعرف 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 المترجم للقناة هو أنا لازم أحط فرب بعدها كم أنا ممكن أو أنتو تعرفوا كذا يعني أنتو تعرفوا زي أنا قلت كذا عاصمة كذا نحن لو عايزين نحط اسم ما نستعملش فرب صفوار ونستعمل فرب كونتر اللي هو بنفس المعنى عندنا فرب تاني اسمه كونتر هو نفس معنى فرب صفوار كونتر لما بنستعمله في الجملة بيجي ورا فرب كونتر ورا تصريفه بيجي اسم سمعت المقناة نعم هذه فرب صفوار بيجي ورا حسب بيجي اسم يمتلك سمعتم نعم سمعت سوف تتعلم بردو سوف تضع بردو سوف تقول لي ايه في المنزل لا اعرف كنت أرد على ما قالت و خلص سوف تتعلم حسنا سوف تتعلم سوف تتعلم سوف تتعلم سوف تتعلم سوف تتعلم سوف تتعلم لنتعلم سوف تتعلم لا اعرف سوف تتعلم سوف تتعلم سوف تتعلم أجراء شزيج حوال خلص بمنع بردو نحنة سوف تتعلم لديه أخذ أيضاً لا يمكن أيضاً أخذ أخذ أيضاً؟ هل ممكن أن يكون لك أيضاً؟ أخذ أيضاً أناً؟ سوف تريد أنني أسفر الأضلية؟ انتهاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ajside س آخر Alles طور Κالطور شاشة لنا كلنا سحابه إذا تتخذت سورة جنجة 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 وحفلعك يتوى فلورة جنجة جنجة يتوى ترجمة نانسي قنقر دائماً لما بندي إكسكوز يعني لما بندي حجة أو بنرفض بحجة حجة بنقول إن إكسكوز لما بندي إن إكسكوز بطريقة لطيفة بندي السبب يعني مش بقول لأ وخلاص أنا بقول لأ عشان كذا إكسكوز اللي أنا بقولها دائماً في أغلب الأحوال بستعمل فيها verب ديوار هنا الإكسكوز أو الحجة إنها لازم تشتغل طول الویکن فدايماً لما أرفض حجة و أحب أديها سبب السبب ده بستعمل فيها verب ديوار أحب لم يقاتل Lat certainty، أحب قليل ما بني خلاص طول وفل لا لا أردت لا أردت ست for أردت سأت في سيدي دقائل سألت 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 ميلا من يجب ان تساعد الامري في المدرسة الشباب ويسن الن 학وم سعيد معزري منص посмотрه Advanced علىً كتاب و لكن إذا كنت اعلم معزري منصف سعيد منصف مفاقا تياني ان اسمه يwidا كان بس في المرسل الغد بين ال , و الوجه جه فه يو و kirj هنا عندنا ريتم . وارب م السام وقع أقع وإنه تعرف ومعنا الذي هو أنه يجب أن نعم الهدف يعني المرسوس يجب أن الهدف الواصل نحنا أخر كلمة يعني مثلا هنا يقول Je vais sans finlande آخر cancone في أي كلمة سنوصلها بأول في الكلمة آخر cancone سنوصلها بأول في الكلمة هذه الحالة أو الواصلة لا نقوم بإمكاننا يعني هنا سنقول إلغة تالي سنقول إلغة تالي سنقول إلغة ألين هناك في الانفنيتف كثيرا في المصدر لا يفعلنا لنفعل نقوم بإمكاننا في الكلمة سنسمع ونقوم بأول 25 طريقة 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 إلغة النقوم يغطي أريق أريق إلغة إلغة Il va partir en Italie Je vais partir à Tahiti Il doit travailler le jour Je dois travailler la nuit Il ne sait pas du tout danser Je peux danser toute la nuit Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Partir Partir ? Il veut partir en Italie ? Je n'ai pas dit le verbe, mais partir il veut dire Le verbe partir ou le verbe aller Ce sont les mêmes signes Mais on utilise le mot partir Je vais partir à Paris Je vais aller à l'écrivain Mais je vais à l'écrivain Je vais aller 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 à l'écrivain On utilise le motur هقول دي الزوتال عملت اليزان بين الاس هنا بتاع الكلمة الاخيرها الاس كانو مش موجود احنا دايما بنبص على الحرف اللي بعده الحرف اللي بعده هنا فعملنا وصل او الويزان ما بين او والاس و الاس لما بتيجي ما بين اتنين فويال قبليها فويال برضو تتأزل الاش مواء او الاش اس بيغي الاتنين ما بينتقوش بس واحد بنعمل فيه اليزان والتاني ما بنعملش فيه اليزان لو انا كتبت كده دي ايرو ايرو يعني هيرو بالانجلش او ابطال هنا مش هقول دي زيرو مش هقول دي زيرو هقول دي ايرو مش هعمل بقى اليزان مش هعمل الوصل ده لان كلمة ايرو الاش بتاعها هش اسپيري مش هش مواء حت اولولي زي طيبنا عرف الاش ده مواء ولا اسپيري ما فيش قادة يَا پا دو ريغل ده مع الابخاتيك مع الممارسة يبقى هنا حكتب ليازان ليازان في الراية او في الprononciation بيبقى في ليازان و هنا حكتب ما فيش ليازان بيبقى 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 ده بقى ده بقى ده بقى ده بقى ده بقى ده معنى اخر جنه يعني جنه مش جنه بيبقى مهمة جدا ينا بتغير معاني او الكلمات لغ لغ ده سع اون مانتر سع اللي بتتلبس في اليد اسمها اون مانتر او لا مانتر يعني بتتلبس في اليد لغ لج ساعة الحائط نسميها لغ لج ساكروشومير لغ لج يعني بتتعلق على الحيط السؤال اللي بنسأله على الساعة هي بقى كالر التيلة او إلي كالر أو في سؤال بصيغة أخرى عندك الساعة بمعنى الساعة كامية عايز يعرف الساعة عندك الساعة عندك الساعة الرد على كل الأسئلة سيكون إلي واقول الساعة بس كده إلي برب أتر واقول الساعة وزينا أرى الساعة عندنا طريقة رسمية أو الفورمال ساعة كأنها ديجيتل كأنها نميغيكا ديجيتل من العين نميغيكا رقم نقطتين وبعدين الدائق كل اللي احنا حنعمله في الطريقة الرسمية إننا أرى الساعة بدل النقطتين دول أحط كلمة أور عاش دي بمعنى كلمة أور وحبتدي قارة الساعة زي ما هي مكتوب كده حقول ما احنا قلنا الفوق إلي إلي إتناشر بالليل بنقولها منوي بعد كده عندنا الساعة واحدة واحدة بالليل بدل النقطتين دول إلي إلي دوزهر إكستر هنقول إلي 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 دوزهر طوازه كده لحد ما نوصل للساعة 12 الدهر إلي دوزهر دوز اللي هي إتناشر دوزهر سأضع 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 بعد ساعة 12 الدهر سنكمل سنكمل 13 14 إلى 13 أور سأضع الساعة 13 سأكمل إلى 13 14 15 16 18 19 20 لحد إلى 23 حسنا لساعة 11 حسنا كيف نرى الأرقال لورهم دقائق الساعة بتبع مكتوبة كده الساعة وبعدين النقطتين والدقائي لو الدقائي مثلا كده إحنا حنحط مكان النقطتين دول كلمة أر بس كده حنقول إلي 23 38 بلافاصن أفسيا أليك 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 أو كوري ما عندناش ب now لما موضلة جورني عندنا أربع أوقات في اليوم المتن المتن الدور بعض الدور لصواخ الليل المتنشر من الثنشر بالليل لحد إنتشر الدكر هو ده المتن هو ده الصبح المتن بعد كده الدور هو ميد الدور هن بنسميه ميد في الطريقة العمية أو بالطريقة درجة بنسميه ميدي ببنسميوش دوزاخ احنا هنا كنا قلنا لو انتو اخدين بالكم احنا كتبنا إلي دوزاخ لكن هنا سميناه ميدي اتنشر بالليل بنسميها مينوي واتنشر الظهر في الطريعة العمية فقط بنسميها ميدي ولو هي اتنشر وربعة انا حقول اول الاوقات وبعدين هندخل بقى في الدقايق وربع ونص وإلا ربع وكده عشان انا هنا يعني هكمل يعني في العادي بقول دوزاخ وبعدين هكمل حاجة بعديها لكن لما هقول ميدي هكمل حاجة بعديها ولا مش هقولها لا هكمل هكمل عادي جدا فكرة الساعة 12 بس اسمها بيتغير بدل دوزاخ في الطريقة الرسمية بنقولها ميدي وحنقول الدقايق بعديها عادي مفيش مشكلة كمان لابخيمي دي أو بعض الظهر دي بتبقى ما بين 12 الظهر لحد سين كيرغ مثلا في الشتاء في ليفير لحد تمانية لتي في الصيب لسوار مثلا مي نعطيبها الليل بقى اوكي لحد اتناشر لحد مين مي لحد اتناشر بالليل هو ده لسوار هنستعملهم مكان كلمة بي ام و ام في الطريقة الدرجة اولمية ومثلا ساعة 12 و 5 هنقول إلي ميدي سانك إلي ميدي ديس 12 وربع بنقول إيكار ل ميدي إي إيكار وربع 12 20 إلي ميدي لا لو ساعة 12 ونص إلي ميدي إلي 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 لو انتوا شايفين ان عندنا حرف الإي اللي هو الو الانت ده بيجي في الربع وفي النص فقط لكن في الدقائق ما بيجيش مع الأرقام بالزبط كده ما بيجيش مع الأرقام بيجي في الربع وفي النص النص التاني من 30 لحد 60 للساعة اللي بعدها بنقراها ازاي 12 35 هقول إلي هشوف الساعة اللي بعدها واقول إلا كده هشوف هقول واحدة إلا 25 إلي كده هشوف 4 5 مع كل حجا عديت الثلاثين بقيت الساعة اللي بعدها وأقول إلا وحسب الدقايق اللي حيفصلون يعني الساعة اللي بعدها فأقول إلا الدقايق دول إنها كلمة مواء ممكن تبقى دي سواء أو دي لاب خيمي دي أو بعد الدهر أو تبقى خمسة لربع الفجر تبقى دي متن هذا اللي يقابل الPM و الAM في الطريقة العمية en français اللي هو دي متن، دي صور، دي لاب خيمي دي واضح زي منير الساعة؟ طبعا الطريقة الوفيسيال اللي بلو فاسيال أسهل بكتير كنتنا لاب خيمي دي منير سواء مو يبقى دينا مغاد رند رناده دي دي لرفو، سواء رنه وسبقه رنه، سواءً اخذي بنافس ماعنا رنه، بورد، بورد، نكس니다 لاب خيمي دي لاب خيمي رنه و ش acontece لاب خيمي الورب عمر الواب باسه دافئر pronومنال من نوغت كل مد راندهو يعني معد كن تانا راندهو راندهو بل مناسبا لابرهيشن بتايت هاب تباكينا R.D.V كن تانا راندهو لما يبا هن دينا معد on peut استعمل الواب على استعمل الواب on peut arriver من كن نوصل نوصل للمعد يائما الافانس اوصل قبل المعد ممكن اوصل الار يعني فوقتي بزبط وممكن اوصل en retard الافانس يعني قبل الوقت قبل معادي يعني في معادي متأخر في حاجة كمان من ر.D.V من راندهو ا ا ونستعمل الواب اتر ونحط الواب 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 عشان اقول ساعة ما عادي على الساعة او الساعة الفلانية من رضي ا ساعة 10 مسلا من رضي ا 10 ا لانا بتكلم فورمال معروف ان 10 ا 10 ا 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 نحن كده خلصنا كل الفوكابولار حوالينا الساعة عندنا بس الانترفال اورار انور يعني ساعة وبتبقى في ميناء لكن انورار يعني معاد زي رانديو كده بس رانديو يبقى حد مستنيكي بس معاد ممكن يبقى معاد القطر فالقطر مش مستنينا يعني فالكلمة اورار متبقى معاد القطر لما اقول اللي اينترفال اورار ان انترفال او دليا كاذكو سا دير دليا وكاذكو سا دير انترفال 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 الفاترة زمنية بالزبط الفاترة زمنية لانترفال اورار دايما بنستعمل معا 2a موكنا قول مسلاً de 6h à 10h فا l'intervall أو délai horaire إلا هو الفترة الزمنية من إلا فا بنستعمل معهم 2A يبا لو أنا عايز أقول معادي في الساعة الفولانية بقول A نستعمل A يبعلي عقص ما عنديش هنا هنا أكسن بس المفروض يبعليها أكسن ولو فترة تبقى 2A from 2 بس هو ده كل الفوكابولاج حوالين l'heure حوالين الساعة وطريقة إرايتها بالطريقتين الفورمال والفاميليار الساعة نحن خلاص تقلمنا عليها التاريخ التاريخ هو هنا بيقول لنا il est né quand verbe nature verbe nature يعني اتولد بنستعمله دائما في الباسي كومفوزي دائما في الماضي لاني ما حد ما ينفعش نقول لا او حد بيتولد بيقول أنا بتولد دائما بيقول أنا تولدت أو هو تولد ومش بيقول هو بيتولد مش هتكلم على واحد هو لسه بيتولد فدايما verbe nature ده verbe دائما بيجي في الباسي كومفوزي وده اللي حنشوفه المرة الجاي خلينا نتكلم الباسي كومفوزي الباسي كومفوزي سهل جدا اوكي مش صعب بس محتاج مذاكرة بش هنتكلم عليه كله هنكلم على المبدأ بس تعريفه هو ايه لو انا كتبت مثلا انا بشتغل في باري انا بشتغل في باري انا بشتغل في باري ده verbe في البريزن اوكي عندنا سوشي وعندنا في باري او حاول قوم لدي في الماضي اكتبه كذا جي جي عفايي اقفرو انا جتغل في باريز لا هنشوف بق هتبقى جسوي صورتي لويكند وصورتي دي ممكن إلاو اللي بيتكلم مسكولا بتبقى كده لو راجل يعني بيتكلم تبقى كده لو واحدة ست حنزود هنزود أ هنا فبالتالي عندنا اللي اسمه ماضي مركب مركب هو مركب من فعلين هنا لما قلت جي تخفايي أباري احنا عندنا اول فعل ده و تاني فعل ده اللي هو الفعل اللي انا عايز اكل به في الماضي اللي هو فعل تخفايي يبقى عليه أكسن وهنا نفس الحكاية هنا عندي فرب أدر وعندي الفرب اللي انا عايز احطه بقى في الباسي كومبوزي اللي هو كان فرب سورتيغ حسنا وحطيته في الباسي كومبوزي بقى سورتيغ هنا لو واحدة اللي بتتكلم او واحد بيتكلم تخفايه هيفضل زي ما هو مش هيتغير لكن هنا اللي بيتكلم لو مسكولا هتبقى كده لو في ميناب نزود أ وبالتالي هنقول ايه هنقول ان الباسي كومبوزي بيساوي ايه يساوي يا اما برب برب يسميه بارتيسي باسي ديوا برب هو ده هو مركب دايما من فاعلين يا اما الفاعل الاول بيبقى يا اما افواغ يا اما اتخ والفاعل التاني بيبقى الفاعل الاولاني بيبقى يا اما افواغ اشترك الكمبوزي عشان في قواعد هنكرمه على المرة الجاية هكتبك هنا كلمة اوكسيليار بدل كلمة اوكسيليار اوكسيليار كلمة اوكسيليار يعني مساعدة اوكسيليار يا اما افواغ اوكي هنا اوكسيليار زائد دي قاعدة نحوية بس كلمة اوكسيليار ممكن نلاقيها مثلا نلاقيها في اللغة مستعملة غير الجامع خالص ممكن نلاقيه مكتب نقول مثلا دي نسميه استيريكس طيب الاستيريكس دي هنقول ان اوكسيليار بنقول مثلا لس اوكسيليار بلا صنتي يعني لس اوكسيليار يعني مساعدين الصحة اللهم لس اوكسيليار الممردين لس اوكسيليار لس اوكسيليار ده بنسميه جريفية اللي هو بيبقى قبل كل قضية بيندع على القضايا و بيرتبها و كده فمعناهم ايه؟ فمعنى كلمة اوكسيليار يعني مساعدة من غيرهم اللي لا يعرفوش يشتغل نفس الحكاية القضايا لا يعرفوش يشتغلوا من غير ما واحد ينظم لهم هي حاجة مساعدة اه مش اساسية بس حاجة مساعدة واساسية انهم يعرفوش يعملوشغلهم نفس الحكاية باسيكمبوزين نحن يعرف نحط الفرب في الماضي من غير ما نستعين بفرب اما اتخ او او افو يساعدنا ان احنا نحط الفرب في الماضي في الماضي في الباسيكمبوزين مواضح؟ سيكلاع؟ معلش هتتنطق ايداني وزاكسيليار اوكسيليار 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 ماذا هما الافعال اللي بيجوا مع اتخ وايه هما اللي بيجوا مع افواج برده ليها قعدة وانشوف هالما لمرة جاية هنشوف ان احنا عندنا افعال مع اتخ افعال مع افواج وعندنا 7 افعال بالعدد ممكن ييجوا مع اتخ مع افواج على حسب الجملة عاملة مثلي اشتركوا في القناة